بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا سادس أنهينا في البارحة درس المجرد والمزيد من الأفعال والأسماء وتحدث الفعل المجرد والجميع حروفه تكون أصلية ولا يمكن استغناء عن أي أحد منها وأحرف المطارعة والضمائر زي تاء التأنيس الساكنة وتاء المتكلم والتعريف لا نعدها أحرف زيادة وأحرف الفعل المزيد هو الذي تزيد على حروفه حروف زيادة ويعد فعلا مزيدا لماذا؟ لأنه دخل علي أحد أحرف الزيادة أو بعضها فنقول أحرف الزيادة هي نلقصها في كلمة أو في الفعل سألتمونيها في كلمة سألتمونيها فعند الحكم على أن الفعل مجرد المزيد يجب إرجاع الفعل إلى الماضي المجرد هيا بنا نقوم بحل التدريبات السؤال الأول ميز المجرد من المزيد فيما تحته خط مما يأتي قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم إذن عندنا خطين تحت الفعل فليعمل ولا يشرك هيا بنا نميز هل هي أفعال مجرد أم مزيد فليعمل فليعمل هنا فعل مضارع يجب إرجاعه إلى الماضي حتى نعرف هل هو مجرد أم مزيد فليعمل هنا الماضي منه عمل الماضي عملا كما نرى عملا هو الماضي من يعمل إذن ما قصت فليعمل أيها الطالب العزيز اللام لام الأمر نضعها على جنب يعمل يعمل ياء المضارعة حكنا الياء المضارعة ضيف نرحب به ولا نعده من أحرف الزيادة إذن الياء هنا مضارعة يبقى الفعل عملا إذن هو فعل مجرد ولا يشرك ولا يشرك هنا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية يشرك من الفعل أشركة وليس شركة أشركة شركة من المشاركة إما يشرك أي والعياذ بالله إدخال شريك في عبادة الله إذن هنا يشرك ماضيه أشركة ماضيه أشركة طيب أشركة هنا فعل رباعي هنا تحكي ليه نوع الهمز بحكي لك هاي أصلي بالفعل مثل أكلة إذن هنا أيضا فعل ماذا فعل مجرد لأن هاي الهمزة أصلية مثل أكلة إذن عنا فليعمل عملة مجرد شهياء مضارعة ولا يشرك هنا أيضا مجرد من أشركة واللي هنا أيضا مضارعة با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى الخط تحت الفعل أسألك من سألة من سألة الهمزة هذه من أحرف المضارعة نفس الشيء نعتبرها أحرف زيادة والضمير الكاف هنا في محل نصب مفعول به لا نعده من الزيادة عشان لدينا ضمير وحرف من حرف المضارعة إذن بقي عندنا الفعل السألة هو فعل مجرد إذن أسألك مجرد جيم يكثر السياح في مدينة البترة يكثر هنا فعل مضارع هاي المضارعة ما ماضيه كثرة إذن هنا أيضا فعل مجرد لأن اليا مضارعة وليست حرف من أحرف الزيادة السؤال الثاني جرد الكلمات الآتية من أحرف الزيادة هنا عندنا كلمات سنرجحها للماضي حتى أو نأخذ منها الفعل الماضي إذا أسمى حتى نحكم عليها أو نبين الأحرف الزيادة عندنا دروس من درسة ما هي أحرف الزيادة دروس من درسة من درسة عفوا درسة إذن الواو جميل جدا هذا الدرس الواو إذن يصاحب من صاحبة هي أن ياء المضارعة صاحبة إذن الياء هي الزيادة مجالسة من جلسة إذن الزيادة الميم والألف تسامحة هون من سامحة إذن هون عندنا هذا الفعل أيضا مزيد بالتا تسامحة أستسامحة إذن عندنا هنا تمريض من مرضة إذن عندنا هذا الاسم زيادة عشان التا والياء ماشي يا سادس إذن دروس درسة يصاحب صاحبة مجالس جلسة تسامحة سامحة تمريض مرضة السؤال الثالث أنشئ ثلاثة جمل تحوي كلمات مجردة وأخرى مزيدة بدنا جمل إما أن تحتوي على أفعال أو أسماء مزيدة ومجردة ثلاث كلمات للمجرد وثلاث كلمات للمزيد عندنا المجردة أدرس بجد أدرس بجد هنا أدرس عندنا الفعل أدرس من درسة إذن هاي ألف همزة عفوا الأحرف المضارعة نشارك الفقراء حياتهم من شارك عينون المضارعة مجرد ساعد أخي صديقه هنا مجرد المزيدة أو جمل المزيدة قدم الغني مساعدة قدم هنا مزيدة بالتضعيف على عين الفعل الشدة تضعيف على عين الفعلي يعني الأوسط أخرج الصائم فترة رمضان أخرج أنه هون أحرف زيادة الهمزة من أحرف الزيادة هي خرج تدحرجت الكرة في الشارع أنه من دحرج فعل دحرج رباعي دخلت عليه التاء والتاء هون التاء إيش حكينا مش زيادة التاء التأنيث الساكنة إذن التاء الأولى عندنا زيادة إذن قدم أخرجت دحرجت أفعال مزيدة والمجرد أدرس نشارك وساعد السؤال الرابع ضع خطا تحت الأحرف التي تتكرر في كل كلمة من الكلمات الآتية عالم معلم علامات استعلامات علماء معلومات عليم يعلمون إذن هنا عندنا كلمات معظمها على مساق السمع لاحظنا أن العين واللام والميم هنا التي تتكرر إذن نستطيع أن نخرج الفعل المجرد من عالم ومعلم لعالمة عالمة هون بدنا نضع خط تحت الأحرف التي تتكرر مثل عالم ع وإلو م معلم ع وإلو م يعني في الكلمات جميع حتى تتكرر أحراف الأساسية تتكرر إيه شوية عين لام ميم معلم نفس الإشي علامات استعلامات علاماء معلومات وعليم ويعلمون هذه هي الأحرف التي تتكرر في كل اسم أو فعل من الفعل المجرد علمة عندما أحكي لك علمة اسم مجرد أم مزيد تحكي لك علمة الفعل إذن علم اسم مزيد معلم من علمة أيضا هنا اسم مزيد السؤال الخامس استخرج مما يأتي كلمات مجرد وأخرى مزيدة محددا أحرف الزيادة أهم شيء يا سادس يا حباب إنه أش يا ماما نرجع الفعل إلى الماضي قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم لا أقسموا أقسموا من قسمة إذن أقسم هنا همزة إيش هنا أحرف مضارعة مجرد لكون مضارعة دوري مجرد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ولد هنا فعل مجرد لقد خلقنا الإنسان في كبد خلقنا مجرد من خلقة والناء ضمير ضمير حكي نظيف من رحب فيه ما منعده زيادة إذن هنا همزة المضارعة والناء ضمير المتصل هنا لا نعدها من أحرف الزيادة لذلك حكمنا علىها مجرد مجرد وولد أيضا نفس الإشي فعل مجرد ما فيه أي حرف من الزيادة أيحسبوا أن لن يقدر عليه أحد لن يقدر فعل مضارع منصوب بلن طيب يقدر من قدرة هنا أيضا الياء المضارع اللي ذلك حكمنا عليه مجرد أيحسبوا عندنا هاي همزة استفهام حتى على جنب أيحسبوا حسيبة والياء إيش مضارعة هي أصلها يحسبوا إنسى الهمزة الاستفهام يا سادس عندنا يحسبوا أصلها شن الياء المضارعة هي مش من حروف الزيادة ليست من حروف الزيادة بقي عندنا حسيبة وهي إيش فعل مجرد عندنا با ما أجمل عالم الطفولة إنه يتميز بالصفاء والبراءة يتميز من ميزة ميزة الشد على حرف الوسط يا سادس الأوسط عين الفعل إذن مزيد بالتضعيف الياء صح إنه مضارعة والتاء إنه من الزيادة أيضا إذن عندنا هون مزيد بالشغلتان اللي هي التضعيف وتاء الزيادة إذن عندنا هون الفعل ميزة مضعف عين الفعل إذن هنا فعل مزيد ويضرب مثلا يضرب من ضربة والياء هاي مضارعة إذن مجرد مثلا في الإنسانية النقية التي تمنح الطفلة تمنح من منحة المضارعة إذن مجرد تمنح الطفلة حقه في أن يعيش من عاشة مجرد ليش؟ إنها هي مالها المضارعة حياة هانئة ويتمتع من متعة متعة مزيد بالتضعيف على أوسط الفعل هي عين الفعل والياء مضارعة إذن مزيد بالتضعيف بما تتطلبه الطفولة من لعب ومرحن تتطلبه أيضا هنا من طلبة من طلبة مالها مزيد بالتضعيف تتطلبه شايفين اللام عليها شد إذن مزيد بالتضعيف إما هاية المضارعة وأن يتلقى من لقى يتلقى مزيد إذن بالتضعيف إما هاية المضارعة إذن مزيد وأن يتلقى تعليمه في بيئة ملائمة ولا يزج في سوق العمل لا يزج يزج من زج وهي عبارة عن زج زائد إج عليها فتحة هاي هي التشديد زج إذن هنا ما أتت على الحرف الأوسط زج لو زجج آه إما زج هنا فعل مجرد لأنه لم تقع الشدة على التضعيف لم يقع على الحرف الأوسط حفظة طارق سورة لقمانة حفظة مجرد هذه هي أسئلة التدريبات الرجاء دراسة هذه الأسئلة ونقلها على الكتاب ولكم مني جزيل الشكر ترجمة نانسي قنقر